هداية صرحت وزيرة وثقافة والفنون ملكة بندودة أمس خلال زيارتها للموقع السياحي والأثاري غوفي الكائن ببلدية تغسيرة بولاية باتنا بأنه سيتم تحويل هذا الموقع إلى حضيرة ثقافية كون المكان مشبع بالجمال الطبعي والثقافي وكذلك التاريخي هذا وزارت وزيرة وثقافة مدرسة التين بمناطق الضيل ووزعت كتبا ولوحات إلكترونية عليها كما قررت أن يتم إنشاء مكتبة متنوعة لسكان المنطقة وينتظر أن تقوم وزيرة وثقافة الفنون في اليوم الثاني من زيارتها لولاية باتنا أي اليوم الاثنين بزيارة عدد من المواقع الأثرية منها تمجاد وإمدغاس كما ستزور بعض المؤسسات الثقافية